التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى عددا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية في إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وذلك في إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية يجددون العهد على بدل الغالي والنفيس في تنفيذ كافة المهام المكلفين بها وذلك بعقيدة إيمانية راسخة لإعلاء مصلحة الوطن والدفاع عن مقدراته مهما كلفهم ذلك من تضحيات وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهود لحماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وأدار القائد العام حواراً مع عدد من قادة وضباط وأفراد المنطقة المركزية العسكرية استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم حول الأوضاع الراهنة والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة والتي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار في المنطقة فضلاً عن تدعيتها الداخلية على الاقتصاد المصري مشيداً بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لأفراد القوات المسلحة وأطلبهم بالحفاظ على أعلى مستويات التدريب والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاقية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها وتوفير كافة الإمكانات للاهتمام بالفرض المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة خضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة